أحال السلام إلى التقاعد ومن ثم عاد يتحدثون إلى حوار يمني يمني تكشف نداءات جماعة الحوثي أنها في ورطة خصوصا بعد أن تحدث حليفهم الرئيس المخلوع في مقابلة سابقة أنه يرغب بالحوار مع المملكة العربية السعودية بينما تريد الجماعة حوارا مع نظرائها في الداخل لم تلتقط الجماعة فرصة حوار جينيف الأول وأيضا الثاني وقبلها أهدرت العديد من الفرص في عدد من اللقاءات والمشاورات أبرزها مؤتمر الحوار الوطني فهي كل مرة لا تصعد إلا للحرب لتنحسر معها فرص السلام بينما في الحقيقة تخسر على الأرض المدينة تلو الأخرى يحدث ذلك في عدن ومأرب والجوف والآن تبدو القوات النظامية على تخوم صنعة المجتمع الدولي ما يزال يواضب على إنقاذ البلاد من دائرة الحرب التي تشنها هذه الميليشيا عبر الحل السياسي الماثل في دائرة الاهتمام ليس الإقليمي بل والدولي ونابع من موقف موحد حسب المبعوث الدولي إلى اليمن إذ أشاد بمستوى تعاون الحكومة في اللقاء الذي عقده والد الشيخ مع الرئيس هادي ووزير الخارجي عبد الملك المخلافي في العاصمة السعودية الرياض أكد في اللقاءان على ضرورة استئناف المشاورات السياسية لكن على أساس القاعدة الرئيسية وهي تنفيذ القرارات الدولية أهمها القرار الملزم إثنان وعشرون ستة عشر فالواضح اليوم أن الجماعة الإنقلابية التي تستمر بالمكابرة في ظل الخسارة تتجنب رياح الحل السياسي من منطلق القوة الخادعة ليس إلا اشتركوا في القناة